بوطن الأخبار أخبار جديدة تأتيكم في يوم الجمعة نبدأها دائماً وأبداً من العناوين الكاظمي يعلن عزمه على الطعن ببنود الصحة والكهرباء في البوازنة وخمسة طعون تجمد خمسة أبواب للإنفاق نواب يؤكدون انتماء بعض موظفين مفوضية إلى الأحزاب ويتوقعون حصول تزوير في الانتخابات القادمة فالح الفياضي يعتبر تصريحات ظفر العاني محاولة لجر تدخل عربي في الشأن العراقي ونائب يؤكد أن هذه التصريحات من أسباب التفجيرات الإرهابية ومتظاهر ذيقار يجددون احتجازهم ويغلقون مبنى الحكومة المحلية والحكومة المحلية ترد بمشروع سكني لبناء ألف منزل للفقراء مصطفى سعاد يقرأ على مسامعكم التفاصيل أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه سيقدم طاعما ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية وقال الكاظمي لشيوخ عشائر ووجهاء المحافظة في البثنة خلال زيارته إلى المحافظة قال إن حكومته تواجه تحديات كبيرة وأن البلاد مرت بظروف صعبة وكان هناك من يراهن على فشل الحكومة أو الدخول في حرب أهلية ولفت إلى أنه سيقدم طاعما ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية مهللا بأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحية أكادت اللجنة المالية النيابية عدم دخول الموازنة حيث التنفيذ بسبب عدم نشرها في جريدة الوقاعة حتى الآن وقال عضو اللجنة النائب عبدالهادي السعدوي إن من المتوقع نشر الموازنة ودخولها حيث التنفيذ في نهاية رمضان وكشف السعدوي عن استلام المحكمة الاتحادية خمسة طعون في الموازنة منها سعر الصرف والمادة إحدى عشر المتعلقة بحصة إقليم كردستان والضبانات والقروض السيادية والمفسوخة عقودهم وفي الوزارات الأمنية والحشد الشعبي مشيرا إلى أن هناك مادة أخرى سوف يتم الطعن بها تتعلق بالفصل العشائري وضف أن المواد المطعون فيها في الموازنة لم يتم تطبيقها حتى تزدر المحكمة الاتحادية قرارها البات بشأنها حضرت لجلة النزاهة في مجلس النواب من منح العقود المباشرة إلى الإدارات المحلية في المحافظات قال عضو اللجنة عاليا صيف إن منح المحافظين صلاحيات بالتعاقل المباشر في الموازنة سيؤدي إلى شبهات لأن منح مثل هكذا صلاحيات واستثناء المحافظين من تعليمات تنفيذ العقود من الممكن أن يفتح الباب لحصول فساد مالي وإداري وضفت أن هناك الكثير من الاستثناءات جاءت في الموازنة التي خولت وخولت المحافظ بالتصرف من دون الرجوع إلى قانون تنفيذ العقود الحكومية حيث أعطت صلاحيات واسعة للمحافظ بسبب هذه الاستثناءات ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلن المستشار الاقتصادي لغرياسة الوزراء مظهر محمد صالح بلغة ديون العراق الداخلية والخارجية أكثر من 100 مليار دولار قال صالح أن الديون الداخلية والخارجية للملاد بلغت قرابة 113 مليار دولار منها 40 مليار ديون معلقة لصالح ثمان دول منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي أضاف صالح أن ديون خارجية على العراق تراكمت بسبب الحرب على تنظيم داعش وأخرى بسبب مشاريع تنموية قدمتها صناليق عالمية بقيمة 23 مليار دولار واجبة الدفع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكثر من 12 مليون عراقي يمثلون شريحة كاملة تحت خط الفقر تزيل نسبتهم على 30% من مجموع سكان وأضاف أن بقاء أسعار الصرف الحالية التي هي في ارتفاع مستمر واقتربت من 1500 دينار لكل دولار ستدفع إلى زيادة نسبة الفقر إلى أعلى المعدنات وستخلق كارثة مجتمعية خاصة أن ضبط الأسعار من قبل الجهة الحكومية ليس فعالا حتى الآن دعت اللجنة الاقتصاد والاستثمار البرلماني الحكومة إلى إجراء دراسة وتقييم شامل لسلبيات وإيجابيات قرار رفع سعر صرف الدولار مقامل الدينار قالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر جودة إنما يقرب من 95% من السلع الموجودة في الأسواق المحلية هي سلع مستوردة وبالتالي فإن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار تلك السلع ودفع المواطن ثمن الفساد وسوء الإدارة وهو ما يعاقب ويعاقب عليها بسبب تلك السياسات وأضافت أن وضع البلاد لم يكن بحاجة إلى رفع سعر الصرف وكان من الممكن اتخاذ إجراءات لسيطرة على مزاد العملة وليس فرض إجراءات أخرى نحارب بها المواطن انتقل التحالف العراقيون صمت الحفومة بشأن سيطرة الإقليم على أبار نفط خارج حدوده الإدارية وتصديره للنفط منها قال النائب عن التحالف حسن الجنابي إن إقليم كردستان لم يكتفي بالبيع والتعاقد والتصدير من نفط كردستان فحسب دون موافقة وعلم الحكومة المركزية بل تعدى الأمر ذلك أضاف أن هناك آبارا نفطية في كاركوك وسهل دينوى وحتى في صلاح الدين يسيطر عليها الإقليم ويصدر النفط منها بدون أي موافقات من الحكومة المركزية أو حتى علمها ولم تتخذ بغداد أي إجراء كما وضح الجنابي أن المجاملات طالت وكثرت على حساب أبناء الجنوب مما يتطلب من الحكومة الوقوف وقفة جادة وإبعاد اقتصاد العراق وخيراته عن تلك المجاملات فذا وعلنت وزارة النقل عدم سيطرة الحكومة الانتحادية على مطارات أربيل والسليمانية وهيمنت كردستان عليها حتى اللحظة قال وزير النقل ناصر الشبلي إن وزارة النقل وسلطة الطيران البدني ليست لديها أي سلطة على مطارات أربيل والسليمانية مؤكدا أن جميع المطارات في الإقليم خارج عن سيطرة الحكومة الاتحادية وأضاف أن وكلاء الخطوط الجوية سرقوا وزارة النقل وهم مدينون بملايين الدولارات وأن الوزارة فسخت عقودهم ورفعت عليهم دعاوى قضائية قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث مسجل الناخبين البيومترية واعتبارا من يوم أمس الخامس عشر من نيسان آخر يوم لتحديث بيانات الناخبين قالت المفوضية في بيان إن مجلس المفوضين فيها قرر توحيد مدة فترتين كل من استقبال قوام المرشحين وتسجيل التحالفات السياسية لغاية الأول من آيار المقبلة وأضافت أن تمديد فترة تسجيل المرشحين يأتي نظرا لطلبات التي تقدم بها أو تقدم بها عدد من الأحزاب السياسية لاستكمال إجراءات الترشيح خلال أيام القادمة ولفسح المجال أمام عدد آخر من الأحزاب الجديدة للمشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل أعلنت مفوضية الانتخابات عدم توفير الإمكانية اللازمة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الحالي قالت المتحدثة بيس المفوضية جمال الغلاي إن المفوضية قطعت شوطا كبيرا جدا في الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة وإن إجراء انتخابات الحكومة المحلية في المحافظات سيعيدها إلى الصفر من عملها وأوضحت الغلاي أن مفوضية الانتخابات انطلقت في مراحل تنظيم ورقة الاقتراع وإرسالها إلى شركة ميرو الكورية وبرمجة الأجهزة وتمت عادة تأهيل وصيانة الأجهزة الألكترونية وأجهزة الإرسال مشيرة إلى أن انتخابات مجالس المحافظات يحتاج إلى جوانب فنية ومالية كبيرة أكد الناب المستقل باسم خزعل أن التزوير سيحصل في الانتخابات المقبلة في تاني لنا معظم الذين وصلوا إلى مواقع وظيفية في المفوضية هم شخصيات تابعة لأحزاب سياسية قال خزعل إن التزوير في الانتخابات المقبلة يعد نتيجة حتمية لإمتصال لا مناصرها حيث سيحدث ذلك بشكل كبير بسبب عدم اختيار الكوادر الجديدة للمفوضية بطريقة مهنية وأضاف أيضاً أن معظم الذين وصلوا إلى المفوضية وتسلموا مناصب فيها هم شخصيات تابعة لأحزاب سياسية وهما يؤكد حدوث عملية التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات المقبلة أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض النظافر العاني قد يفكر بتحفيز العرب للتدخل في العراق قال الفياض أن تصدير المشكلات الداخلية ومنحها بعداً أيديولوجياً سياسية خطأ وسياسة خاطئة وأضاف أنه لم يكن هناك طرف ثالث في العنف ضد المتظاهرين وإنما طرف قاتل مشيراً إلى أن القوات الأمنية لم تكن تمتلك أدوات مكافحة شغب خلال احتجاجات تشرين عز الناب رياض المسعودي التفجير الإرهابية لذي طال مدينة الصدر شرق بغداد إلى التراخ الأمني والمناكفات السياسية آخرها تصريح الضافر العاني قال المسعودي إن تفجير مدينة الصدر كان متوقعاً حيث أن الأجهزة الأمنية مخترقة بشكل شبهتاً فضلاً عن توفر الجو السياسي لهذه العمليات وأضاف أن هذه الاستهدافات ستستمر بين الحين والآخر وهناك أجواء سياسية ممهدة لهذه العمليات منها تصريح الضافر العاني وغيرها من الشخصيات السياسية التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحرك الشارع أثار التصريحات نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النائب ضافر العاني غضباً سياسياً وشعبياً بسبب تصريحاته الطائفية حيث أكد المنتقدون أن هذه التصريحات بمثابة إلقاء الزيت على النار شيبان سامي معه التفاصيل تصريحات النائب ضافر العاني في القاهرة تغضب القوى السياسية ببغداد خلال مشاركته في اجتماع البرلمان العربي الذي استضافته مصر متهماً وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق ومفوضية الحقوق لم تتحدث بتلك الاتهامات إطلاقاً تصريحات من قبل ضافر العاني وهذا تصريح غير مبني على أسس هذا طبعاً ليس لصالح العراق ولا لصالح المجتمع العراقي يعني عندما يتهجم على الحجد الشعبي المقدس الذي يقدم ما قدمه ودافعاً بالأخص المناطق الغربية مثل الموصل وسامراء والأنبار وغيرها ودفع الدم الدم ليس سهل للإنسان وهناك استشهدوا كثيرين والجرحة وغيرها لكن هذه التصريحات ضافر العاني لا تبني على أسس هذا تصريح مو صحيح لكن على الحكومة العراقية أول برلمان أن لا بد أن استدعاءه ومحاسبتها حساباً عسيراً لأن كل ما هناك سبق تصريحات لبعض الأساسة وكأنها مجرد استنكار لا أكثر ولا قد لكن نريد أن القانون يأخذ مجراء على رئاسة مجلس النواب أن تتحمل كافة مسؤولية باختيار الشخص الخاطئ فكيف بالعاني الذي يمثل البرلمان بدول الخارج يتحدث بطائفية دون اللجوء إلى أشخاص أكفاء ووطنيين ودعى نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي إقالة العاني بأول جلسة للبرلمان حقيقة هناك رأينا تصريح لأخ الأستاذ ضافر العاني هذا رجل القوم الوطني أنا أستغرب العنصرية الطائفية الموجودة في قلوبهم في دماؤهم ما يجزوا منها يعني شيء توقع هو رح يتعطفون يا كل الخليط مثلاً ضد الشيء عادسة وطائفية أو مثل السعودية ترضى على تطيب بعض المبالغ هذا النفاق اللي بطلوه الشعب العراقي شعب متوحد وشعب مثقف وشعب ذهب هذه المرحلة لمرحلة الطائفية لأن الاستعمار والبريطاني وهو عامين منهم أنه زرعوا هذه الطائفية لتفريق الشعب العراقي لأن الشعب العراقي اليوم واضح كله بصورته وهذا طبعاً رمضان كريم على كل الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه ضافر العاني وأمثاله يجب أن يحاسبوا قانوني أن وجد قانون بالعراق وأن يحاكموا لأنهم يخالقين للطائفية دعواتنا السياسية بمحاسبة ضافر العاني خلال تصريحه الطائفي الأخيرة شباساً قناة WTV وطننا بغداد أعلن مفوضية حقوق الإنسان تسلمها آلاف الشكاوي والتبليغات عن مغايبين منذ نهاية العام 2017 غالبيتهم من المحافظات المحررة قال عظم مفوضية حقوق الإنسان على البياتي إن منف المغايبين يشمل المفقودين الذين قد تطفوا من قبل جهات إجرامية وإرهابية وأشخاص مقتولين دون علم ذويهم أو يكون مغيباً ومخفياً قسراً وأوضح البياتي أن حكومة العبادي شكلت لجنة الأمر الديواني 46 لمتابعة هذا الملف موضحاً أن اللجنة تسلمت 8000 شكوى وتبليغ عن مغيناتهم لكنها لم تقم بالتحقيق في الشكاوى والتبليغات وتوقفت عن عملها بعد عدة اجتماعات غير جدية وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق على الاعتداءات التي حدثت في أربيل ومناطق أخرى قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان إن أمن العراق هو مسؤولية الحكومة والقوات الأمنية بكل تشكيلاتها وأن هذا النوع من الأعمال الإرهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الأمن ونقل رسول عن الكاظمي اتهامه منفلي الهجمات بأنهم يحاولون خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وهو أمر مرفوض وسوف تتم مواجهته بقوة القانون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة مصدر أمني بتعرض نقطة تابعة للحشد الشعبي لاستهداف صاروخي شمع الموصل في حادث هو الثاني من نوعه وابلغ المصدر أن الصاروخ استهدف النقطة الواقعة في قرية باريمة قرب جبل بعشيقة دون بيان عن حجم الأضرار المادية وأوضح المصدر أن التعرض طال نقطة أمنية تابعة للواء الثلاثين التابع لهيئة الحشد الشعبي بصاروخ موجه مدى لإصابة أحد عشر أو أحد عناصر اللواء بجروح طفيفة من جانب أكد النائب قصي الشبكي أن القصف الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي في نينوى انطلق من كردستان وقال الشبكي إن القصف الذي طالق مقرات اللواء الثلاثين في الحشد اتجه في مناطق تابعة لأربيل وجاء ردة فعل على الصواريخ التي استهدفت القاعدة الأمريكية في مطار أبيل ويجب على الحكومة إدانة هذا الفعل بنفس الإدانة لحادث قصف المطار وفتح تحقيق سريع في الحادث أضاف أن هناك مؤامرة تستهدف الحشد لإلساق تهمة قصف أربيل به ثافتا إلى أن منتسبي اللواء لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بهذا الحادث مطالبا برد اعتبار الحشد الشعبي لكونه جزءا من القوات المسلحة الوطنية وصف اتحاد علماء المسلمين في العراق استهداف الحشد الشعبي في أطراف نينو بأنه مؤامرة متعددة الأوجه مشيرا إلى أن هناك من يريد خلط الأوراق في العراق وقال رئيس الاتحاد جبار المعموري إن الحشد الشعبي خط أحمر وهو قوة رسمية قدمت أنهارا من الدماء الزكية لتحرير المدن من سيطرة الإرهابي داعش بعد العام 2014 وإي محاولة مساس بها تعتبر انتهاكا وخرقا ومحاولة لإضعاف التولى وضاف أن استهداف الحشد الشعبي في سهل نينوى مؤشر خطير يستدأي تحقيقا عاجلا من قبل الجهات الحكومية لبيان هوية الجهة مواكدا أن ما يحدث هو محاولة لخلط الأوراق لخدمة الأجندة الأمريكية التي ترى في الحشد الشعبي تهديدا لوجودها باعتباره قوة وطنية رافضة لوجود أي قوة أجنبية في البلاد أعلنت خلية الإعلام الأبني القبض على أحد الإرهابيين في الخالص في محافظة ديالة ذكرت الخلية في بيان أن مفارز الفرقة الخامسة وقوة من فوج المشات وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالة تحركت وفق معلومات استخبارية دقيقة والقت القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة الشهيضية في منطقة الخالصة وضافت أن الإرهابي هو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة للإرهاب أعلنت وزارة الصحة تشكيل فريق متكامل من مستشفى الصدر ومن دائرة صحة الرصافة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية لجرح العمل الإرهابية وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إن فريقها الطبي تابع الحالة الصحية للمصابين منذ بدء نقلهم للمستشفى وأغلب الحالات مستقرة نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الفرق الجراحية وأضاف أن الفريق عادت تقييم لحالات الجرحة حيث سيتم خروج قسم منهم والقسم الآخر تحت المتابع حاليا وسيتم خروجهم بعد إتمام الإجراءات الصحية واكتسابهم الشفاء التام باحد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخات ملفات النازحين في قضاء سنجار ومخيم الهول مكتب المستشار قال في بيان إن العرجي استقبل في مكتبه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخات مشيرا إلى أن الجانبين بحثا ملفات النازحين وأهمية الانتهاء من مسألة مخيم الهول الحدودي بشكل نهائي وتابع البيان أنه جرى أيضا بحث الأوضاع العامة في قضاء سنجار والتأكيد على أهمية إدامة ما يشده القضاء من استقرار أمني أعلنت الحكومة المحلية في ذيقار أنها ستتعامل مع مقرات الأحزاب التي لا تمتلك أقود إيجار كحالات تجاوز على أموال الدولة قال المحافظ أحمد الخفاجي إن الكثير من الأحزاب لديها عقود إيجار رسمية لمقارها والبعض الآخر لا يمتلك ذلك وضاف أن حكومته ستتعامل مع هذا الشأن وفق السياقات القانونية موضحا بأن من يمتلك تلك العقود ليس لديه مشكلة قانونية وسيتم التعامل مع من لا يمتلك عقود الإيجار أسوة بحالات التجاوز على أملاك الدولة أعلن دائرة الصحة في ذيقار تلقيحة أكثر من خمسمائة مواطن ومنتسب من الملاكات الصحية في مدن ذيقار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وقال قسم الصحة العامة في بيانة إن هناك إقبالا من قبل المواطنين والمنتسبين في المؤسسات الصحية على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا حيث سجلت الدائرة تلقيحة 571 عفوا ومنتسبا ومواطنا من الملاكات الصحية وضاف تركيا أن العدد التراكمي للملاقحين منذ انطلاق حملة التطعيم ولغاية الآن بلغ 8889 جرعة أعطيت للملاكات الصحية ولعناصر الأجهزة الأمنية وللمواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جدد خريجون عاطلون عن العمل في ذيقار تظاهر مطالبين بدرجات وظيفية في القطاع الحكومية قال مرسلنا في ذيقار أن خريجنا من كليات الإدارة والاقتصاد أغلقوا صباحا اليوم مبنى الحكومة المحلية في المحافظة وقطعوا جسر الزيتون وشارع الإمام علي بالإطارات المحترقة احتجاجا على عدم توفير درجات وظيفية لهم ضمن درجات الحف والاستحداث في الدوائر وقال المحتجون أن التصعيد الاحتجاجي اليوم يأتي على خلفية عدم إيفاء المسؤولين بالمحافظة بوعودهم في تحديد موعد لهم للقاء المسؤولين المعنيين في باقداد من أجل وضع حد لمعاناتهم بعد أكثر من عام من التظاهرات الاحتجاجية وأضافوا أنهم يمهلون الحكومة المحلية إلى يوم الأحد المقبل بخلافه سيستمر إغلاق مبنى المحافظة وقطع الشوارع المهمة للضغط على الجهات الحكومية بتوفير درجات وظيفية لهم أما الحكومة المحلية في ذيقار فقد أعلنت موافقة رئيس مجلس الوزراء على إطلاق مشروع بناء الفدار للشرائح الفقيرة والأيتام وعوائل الشهداء وتوزيعها مجانا قال المحافظ أحمد الخفاجي إن رئيس مجلس الوزراء وافق على إطلاق مبلغ مالي من المنافع الاجتماعية المتراكمة لسنوات طويلة لتمويل ودعم بناء الفدار واطئة الكلفة في جميع مدن المحافظة وضف أن هذه المنازل سيتم توزيعها مجانا على الشرائح المستحقة مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع هو تطبيق حقيقي وعملي لشعار نفط الشعب للشعب يعاني المواطنون في ذيقار من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها رفع سعر صرف الدولار وما نتج عنه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما زاد من معاناتهم هو استقبال شهر رمضان بوضع اقتصادي تعيز ومستويات عالية من البطالة تفصيل المشهد من هناك ينقله لنا مراسلنا في هذا التقرير حيث النكبات والظلمات التي تجتاح ساكني هذه المدينة وتذهبوههم إلى هاوية التنكيل والتعذيب والتدمير من خلال تجويعهم وسلبهم لإرادتهم وخلق أزمات سياسية واقتصادية يبيتون فيها على أمل السلام والأمان ولكن سعر صرف الدولار وارتفاعه لم ينصف أحدا لا غني ولا فقير فكلهم سواء نحن تعبانين في الوضع تعبان وكل صعود قبل كان الدولار بشكل وهذا الشيء بشكل وصع الدولار صار سبمية وخمسين وهذا الفقير وين يروح؟ يعني وين يروح؟ هو يوم كله عشر تالاف دينار أو جول عشر تالاف وين يوديهن؟ هذا الفقير بالنسبة له يعني هس أنت العامل يعني هو ميتة خمسة وعشرين ألف دينار زين هاي الخمسة وعشرين ألف دينار والورق صعد مية وقابل للمية وستين مية وخمسين زين هذا شيء سويهم بالنسبة العامل يومي هذا الفقير يعني هم هنا والفقير بهتش أملة بهتش تصعيد وفي هذه الأيام حيث كل شهر رمضان الكريم يعيش المواطنين أزمة كبيرة تصفعهم من هنا وهناك ولا معيل لهم سوى دعائهم وصوت رجائهم فمرة يستجدون بالسياسيين ومرة أخرى يدعون بزوار ملكهم وتسلطهم على رقاب الشعب العراقي ويؤكد المواطنين أنهم ومنذ سنوات طويلة لم يروا ذرة خير من هؤلاء السياسيين الآن ارتفاع غير مسبوق لأول ما يحدث في العراق خاصة في شهر رمضان إنما كل الدول الجوهر كل الدول الإسلامية والعربية خفارت بأسعار مواد الغذائية عكس العراق فالشيء غير مسبوق يحدث في العراق تسد المحل وتروح إجارك ما طالع ولا بيع شيء تروح تتسوق لهلك مثلا بطل الزيت في 3000 شنو صح لو لا اي فمن صعد الدولار تعبت وضياتنا كلش بالنسبة لنا الفقير ما يعيش وبيّن بعض المواطنين أنهم يواجهون صعوبات كبيرة ومشاكل عديدة في ظل رفع سعر الصرف الدولار وارتفاعه أمام الدينار العراقية فهو قد خلف ارتفاعات في القمرق وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأجارات مطالبين الحكومتين المحلية والاتحادية بوضع حل لهذه الأزمة من ديقار مجتبى صالح قناة WTV وطن شكراً مجتبى لشباب مكتب ديقار أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج تمويل لدعم اللاجئين والنازحين في العراق وقالت منظمة سباك للتنمية الدولية إنه وقعت مع الاتحاد الأوروبي برنامجاً مدته ثلاث سنوات لاستثمار خمسة فلعين يورو لدعم جهود التعافي الاقتصالي للاجئين الشباب العراقيين والفئات المهمشة في البلاد وضافت المنظمة أنها ستبني جهودها من خلال برنامجها لتوفير فرص تعليم للشباب النازحين لغرض إدخال أربعمائة شاب إلى سوق العمل فضلاً عن توفير خمسة وسبعين وظيفة ومئة فرصة تدريبية وإنشاء عشرين مؤسسة صغيرة ومتوسطة افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته محافظة المثنى محطة ضخ التعزيز العمودية المائية والتي بدورها تعزز ضخ المياه من نهر الفرات إلى نهر الرميثة وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن المشروع سيسهم في توفير مياه الإسانة للمواطنين وتقليل شحاتها في مواسم الجفافة فضلاً عن إسهامه في إحياء وتطوير الزراعة لمساحات كبيرة شمال المحافظة ووصل الكاظمي إلى محافظة المثنى أمس برفقة وبد حكومي في زيارة تفقدية لمتابعة الأحوال المعاشية والخدمية وسير تنفيذ المشاريع نت التماس المباشر بإحتياجات المواطنين في محافظة المثنى أفادت وزارة الصحة بأن الدوام الحضوري في المدارس والجامعات للفصل الدراسي الثاني يعتمد على الموقف الوبائي ومقترحات وزارتي التربية والتعليم العالي قال وزير الصحة حسن التميمي إن آلية دوام الفصل الدراسي الثاني يعتمد على المقترحات المقدمة من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي إلى وزارة الصحة وبدأ إمكانيتها في وضع الآليات اللازمة للدوام خلال الفصل الدراسي الثاني فضلاً عن القرارات التي تصدر من قبل لجنة العليا للصحة والسلام الوطنية وضف أن آلية الدوام ستعتمد أيضاً على الموقف الوبائي الذي يسجل أو يسجل من قبل وزارة الصحة بعدد الإصابات ختامنا دائماً وأبداً عنوين الكاظم يعلن عزمه على الطعن لبنود الصحة والكهرباء في الموازنة وخمس طعون تجمد خمسة أبواب للإنفاق نواب يؤكدون انتماء بعض موظفي المفوضية إلى الأحزاب ويتوقعون حصول تزوير في الانتخابات المقبلة أما فالح الفياض يعتبر تصريحات ظافر العاني محاولة لجر تدخل عربي في الشأن العراقي ونائب يؤكد أن هذه التصريحات من أسباب التفجيرات الإرهابية وأخيراً متظاهر ذيقار يجددون احتجاجهم ويغلقون مبنى الحكومة المحلية والحكومة المحلية ترد بمشروع سكني لبناء ألف منزل للفقراء أمنياتنا لكم بجمعة مباركة وصيام مقبول وإفطاراً شهدمتم دائماً وأبداً في حب وسلام اشتركوا في القناة